اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كان ليس عندك من تلك الحكومة ولا نهارة وتتعليه الكتاب والرسل والسنة وأقشتهم وقوفنا كتابًا سفر لير وحضر لير ونرسك حبنوك وكمن لوم نظر كتابًا كتابًا ان شاء الله طيب المسحو على الخفين المقصود بالخفاف ما يلبس على الرجل على الرجل يعني هو على الرجل من جلد ونحوه والمقصود بالجوارب ما يلبس عليه من قطن ونحوه هو ما يعرف بالشرب حكم المسح على الخفين والجوارب ودليل مشروعيته ذلك من الكتاب والسنة طيب جلد دقن شعن فرسنة سرسطة وخفيف الشرابهم قلنا عني حكم لسرسطة قلنا وقتني قلت أخنا أخاولي حكمني قلنا قلنا المسح عليهما هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان لابسا لهما فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل يعني الشرابة سران بخف فدو سنهم سنة لي نهداغ مسحا على الشرط هارت لسردور لمشا إنسان وديسو سران لهم سران لهم نظيف أخونسك جنابت وانيقوا لغلوانيقوا لطاهر أخونسكني وما هو السران لهم سران لهم ندام باليينغر وقد مثلا ندهر دو ديس لقرسا جربان ولا العصرد ولا المقرب ولا العشد نياء السباح سرق لهم قلنا فدو سنهم نانت سير انقاصة أبسير ماشر قشير ميتك ترحوان وقصير أخوار سرسطة فدو سنهم فدو سنهم فدو سنهم 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 إنسان كتنهم سنهم سرق سنهم ليلة نهار سنهم 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 تفاصيل سنة لي هنبكونين ودلل ذلك حديث المغيرة بن شعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تودى قال المغيرة فأهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسع عليهما في دقل لهم هنبوم النوم يقول أن طهارت لصرقنا لهم ومشروعية المسعد الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كتاب الله سبحانه وتعالى ففي قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاقْسُلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسُحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ يَا إِوَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاقْسُلُوا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسُحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَأَرْجُلَكُمْ فيها قراءتان سبعيتان سحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما وأرجو لكم أطفا على قوله وجوهكم فتكونوا الرجلان مقصولتين والثانية وأرجلكم بالجر عطفا على رؤوسكم فتكونوا الرجلان ممسوحتين والذي بيّن أن الرجل تكون ممسوحة ومقصولة هي السنة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت رجله مكشوفتين يقصلهما وإذا كانت مستورتين بالخفاف يمسع عليهما حرية الشهر يعني ناية الأدنر الله سردوانتران شرابات سردوانتران طهارت لسردوانتران لا تحركوا ودوء وقت لي لا تحركوا لا سردوانتران شاهدوا سردوانتران وأما الأدلة من السنة على ذلك فالسنة متواترة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومما يذكروا من النظم قول النظم شوية نظم في شكل شعر قرين أصحابه مما تواتر حديثه من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحودي ومسح خفيني وهذا بعض فهذا دليل مسحهما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم طيب شروط نورا نقل شروط على الخفين يشترط للمسح على الخفين أربع شروط سجل شرط شاو الأول أن يكون لابسا لهما على طهارة ولا طهارة سردوانتران شاو ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمقيرة دعهما في إني أدخلتما طاهرتين الثاني أن يكون الخفاف والجوارب طاهرة فإن كانت نقصة فإنه لا يجوز المسح عليها ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى ذات يوم من أصحابه وعليه نعلان فقال عوما في أثناء الصلاة وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذن أو قدراء وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوس الماسح بالنجاسة لا يسح أن يكون مطهرا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يبريد وحين تقول له إذا لم يرى ثابت هذه المسح صلى الله عليه وسلم يقول له الأفعد ذلك أن يجب أن طاهرة وإعمال إذا يجب أن يسح سرث تهديه لأنه يأخبر فيه ، لأنه يجب أن يأخبر الشعر وأنه يوجب أن يجب أن يأخبر شعر وشرط الثالث أن يكون مسحوهما في الحدث الأسقر لا في الجنابة أو ما يجب القصل تمام مسحرون سيكون لهم قدوا في الحدث الأسقر من مسحره شخاء أو سوكدن قلي قنجة سخاء قميلة نوتكاوس الأسقر لكن جنابات وانا فدركوا له ما انقارضوا ندن بقن مسحر ودليل ذلك حديث صفوان منع السار رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من قائط ونبول ونوم لا معافي سيخوة وقارا ناقير دي قير قالك سيحو كارا نين سفر لو أنتنا فدنولو من قن يوكره صلى الله عليه وسلم الشيقلد بولد نوتاكل فدنولو من قن يوك فكذا نراء والله جنابة لتكايف فدنولو من قن يوك نين دليل ثالث الدليل الرابع فيشترط أولا سيخوار لي فيشترط أن يكون المسحو في الحدث الأسغر ولا يجوز المسحو في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرنا وننجي نحله الشرط الرابع أن يكون المسحو في الوقت المحدد شرعا هو يوم وليلة للمقيم قابلني وخنجي ونسلوطني لسا جي سارتقن يوم وليلة للشخص المقيم إن شخص إنسافرق أهم بغ إن جخري المقيم آكم بغ أكان لما سكبل سابتهم بغ منزلوخ يعني ننفرنين سرحو آكان شرابات سرحو آكان خفاف سرحو آكان قير دي قرد دي متتاليين سير بهم شعر زيادة سعمحة لقل لي ما كوارد سير شعر سير شعر وانا يدمي سفر لوانا يخي سيخو قرد ما قير لما روي علي بن نبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلا وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن يعني في المسح على الخافين أخرجه مسلم منها ابني الناس في المسح على الخافين منه مسح على الشرابات ناشروض دي طهرت لي وانتون سارن الله مشاهدن هن نعام طهرين أخذو ناشاخنوك أيام محدد أخرجهن وهذا يعني حدث الأكبر لد أخرجهن ناشروض دي ناحكم دي دليل دي كتاب لدرسوا نتدر نعصنوهن من الدنبي إنسان مسحقون يشرب لقانن أستنكرنودي بوريق على طهبرك سنة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادات سيئين النبي صلى الله عليه وسلم فصلة سنة نعصة سنة نردين أدنا أقول هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة